لا تتوقف تأثيرات وتداعيات تفشي وباء كورونا حول العالم عند حد الأثر الصحي من تصاعد أعداد الإصابات والوفيات ومدى انتشار العدوى في المجتمعات المختلفة فثمت تداعيات أخرى قد يغفل عنها البعض على الرغم من أهميتها الكبيرة منظمة أنقذ الأطفال البريطانية حذرت من أن فيروس كورونا تسبب بحال طوارئ تعليمية غير مسبوقة وأن ملايين التلاميذ تأثروا بإغلاق المدارس ويواجهون حاليا خطر عدم العودة مجددا إلى صفوفهم المنظمة استندت إلى بيانات اليونسكو التي تظهر أن إجراءات الإغلاق التي فردت قبل أشهر لاحتواء كورونا أبقت أكثر من مليار ونصف المليار طالب وطالبة بعيدا عن مدارسهم وجامعاتهم أي نحو 90% من عدد الطلاب في العالم ما يعني أن جيلا كاملا من الأطفال على مستوى العالم تعطل تعليمه وتشير المنظمة في دراستها إلى أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا يمكن أن تؤدي إلى إفقار نحو 120 مليون طفل حول العالم ما قد يجبرهم على التسرب من التعليم ودخول سوق العمل أو الزواج المبكر بالنسبة للفتيات بهدف إعالة أسرهن حكوميا فإن الأزمة قد تخلف عجزا يصل إلى نحو 80 مليار دولار في ميزانيات التعليم لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول نهاية العام المقبل وقد يترك الدراسة نهائيا أكثر من 10 ملايين طفل الأمر الذي ربما يؤدي إلى انفجار أزمة عدم المساواة القائمة حاليا بين الأغنياء والفقراء بحسب المنظمة التي حذرت من تداعيات طويلة الأجل على الأطفال في أنحاء العالم